تختتم اليوم فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمعرض مسقطة الدولي للكتاب وكانت الاحصائية الأخيرة قد شارت إلى تجاوز عدد الزوار مائة وثلاثين الفزائر في اليوم السادس من المعرض وشارك في المعرض هذا العام ثمانمائة وسبعة واربعون دار نشر من أربع وثلاثين دولة منها ستمائة وستون وسبعون شاركت بشكل مباشر ومائة وإحدى وسبعون أخرى عن طريق التوكيلات وقد اختير الذكاء الاصطناعي ليكون ثيمة المعرض في هذه الدورة وحلت محافظة ظاهر ضيف شرف للمعرض في هذه الدورة وشهد المعرض زخما من الفعاليات والأنشطة الثقافية كما تم تخصيص مساحة لفعاليات ومناشط الطفل والأسرة تجتمل على مسرح للفعاليات وحلقات العمل وركن لغة الضاد وركن متحف الطفل والركن الأخضر